السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الاثنين خمسة وعشرين كانون الاول ديسمبر القمر اليوم موجود في برج الجوزاء ورح يظل موجود في برج الجوزاء حتى تمام الساعة ثلاثة واربع تاشر دقيقة من عصر يوم الثلاثاء ستة وعشرين اتناش طبعا التوقيت كله المذكور بتوقيت جرينيتش القمر الان موجود في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة اربعة وسبع وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش او بعد العصر بتوقيت جرينيتش لا اليوم وبدو ينتقل بعدها لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء بما ان القمر موجود في برج الجوزاء معناته بنشعر بالنشاط والحيوية وقدرة على الاقناع والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات وبكل المواضيع ولكن بتتقلب افكارنا وافعالنا واقوالنا اكثر من المعتاد وبرضو بزاجنا برضو بيكون من الصعب تصديق كل وعد او كلمة تقال علينا اكمال اعمالنا واتصالاتنا وما الى ذلك بهاي الفترة لانها فترة مناسبة لهاي الامور وان برضو انه ما نشغل حالنا بامور غير مجدية يمكننا ايضا اخذ دورة جديدة او تعلم لغة جديدة او الانضمام لنادي مثلا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم ما عنا غير زاوية وحيدة وهي زاوية تثليث ايجابية بين الزهرة وبين نبتون هاي الزاوية ذروتها ساعة خمسة واربعتاشر دقيقة بعد العصر بتوقيت جرانيتش بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول وبتجذب الاخرين لالنا بتجلب لنا السعادة خصوصا السعادة العاطفية وايضا بعض الفرص المالية والفنية اللي بيشتغلوا في المجال الفني او التمثيل او صناع المحتوى ومرضو بتسمح لنا بتحقيق مشاريع مهمة بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا طبعا عندنا اليوم الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وانبيب الشعب الهوائية والرئتين ووصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي وايضا الحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل هاي الاعضاء هي الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية خلال هذا اليوم طبعا الآن احنا بدأنا في مرحلة اللي هي مرحلة اكتمال القمر اللي عادة احنا ما بننصح بالعمليات الجراحية في هاي الفترة بسبب سيولة الدم للزيادة اللي بتكون موجودة فعشان هيك الاشخاص اللي بيتعاطوا او بياخدوا مميعات دم هم اللي بدهم يكونوا حذرين في هاي العمليات نحاول قدر الامكان للعمليات الضرورية جدا 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 هي اللي تنعمل اذا في مجال تأجيلها بيكون افضل هذا اليوم مناسب لعمليات الاشخاص اللي بدهم يعملوا حجامة طبعا مناسب جدا لانه زي ما حكينا مرحل الاكتمال ولكن اذا كانت عمليات اضطرارية ما في اي مشكلة دون العضاء اللي ذكرناها هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة اذا كانت اضطرارية لا يصلح لازالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ويصلح ايضا للقص العلاجي بما ان القمر موجود في برج الجوزاء خلو المسار القادم بيكون يوم الغد 26-12 بيبدأ الساعة 57 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وبيستمر لغاية الساعة 13-14 دقيقة حصرا بتوقيت جرينيج اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المكتمل الا شوي الا درجة واحدة عمره 13 يوم فيه تمام الساعة واحدة و7 دقائق بعد الظهر بصير 14 يوم نسبة الاضاءة الساعة 12 بالليل يعني نهاية هذا اليوم بتكون 99% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 سعيد بنسبة 100% القمر في الجوزاء حتى يوم 26-12 منتحس بنسبة 10% الان في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة 60% لانه ما بيشكل زوايا عطارد في القوس بيتراجح حتى يوم 2-1 منتحس بنسبة 60% الان ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 75% الظهرة في العقرب حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% المريغ في القوس حتى يوم 4-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثورة بيتراجح حتى يوم 31-12 سعيد بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتنشطه اليوم بشكل كبير بالاتصالات، بالسفريات، بالحوارات، بالنقاشات، بالتنقلات وبالطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شيء أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض بتكثر عندك الزيارات والتنقلات حاول أنك ما تفقد أعصابك أثناء الحوار والنقاش لأنه شوي فيه نوع من أنواع الانفعال عندك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم التركيز رح يكون على الوضع المالي فاليوم تنهمكوا في ضبط ميزانيتكم في فرصة لبعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم ولكن بيتكوا تتجنبوا النفقات ممكن تقلق بشأن مصاريف لتصليحات أو لا استحقاقات مالية أهم شيء أنك تتجنب نزوات التسوق حاذر من تهديد الاستقرار المالي بالتقلبات فما في داعي للمغامرات المالية وممكن تنشغل بمسائل مالية متنوعة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم القمر موجود عندكم فعندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها بتلمسوا انفراج وبترتفع معنوياتكم بشكل ملحوظ وبتواجهوا الواقع بمنطق وعزيمة وممكن اليوم تتلقى جواب كنت بتنتظر إلك فترة طويلة برضو هاي خلال هذا اليوم تتوضح لك كثير من الأمور وبانتظارك لقاء أو مرحلة جديدة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر اليوم موجود في بيت المتاعب عشان هيك بناء للتعب منكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا كثير لغذاكم وراحتكم وبتعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالإنفعالات والتوتر حاول انك تأخذ قصة من الراحة ممكن تعيش اليوم لحظات صعبة شوي ما بين الأفكار وتقلب المزاج والتوتر العصبي ومرضو بدك تحاذر من الفشل أو الالتباس أو التراجع الصحي وما تتخذ قرارات حاسمة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً بتنشطوا اجتماعياً تلتقوا لأصدقاء اليوم اليوم علاقاتك أو مكاسبك راح تكون من علاقاتك الاجتماعية ومعارفك أصدقائك وهي فترة مناسبة لطلب استشارة أو طلب تأييد من أحد الأشخاص لإلك ممكن أنك ما تقدر تنجز أعمالك بشكل كامل دون واسطة أو تدخل طرف آخر لاستشير أهل الاختصاص ممكن تطمئن مخاوفك أو تفرح لحمل التأييد أو دعم لقضيتك وحاول إنك ما تستسلم بل تفائل بالخير برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً بتكوا تحافظوا على سمعتكم اليوم لأن القمر موجود في بيت السمعة وعلاقاتكم مع المسؤولين فها بتكوا تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ خلي علاقتك جيد اليوم مع المسؤولين كون على قدر المسؤولية وما تتردد بطلب رأي أو مساعدة من أي شخص ودع خجلك جانباً وعبر عن آرائك بثقة وجراءة وتجنب الكلام القارس لأنه الفترة هاي ما بينفعك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً اليوم اللي بديه تقدم لامتحان أو مقابله بده يستعد بشكل جيد لأن القمر شوي ضعيف أو مش بطاقته الكاملة فعشان هيك حاول قدر الإمكان إنك ما تتسرع بالأجوبة أو بالامتحانات أو بالفحصات وهي رغم إنها فترة حافلة بالنشاطات بالتنقلات بالحوارات بالتعامل مع الأجانب أو مع أشخاص خارج البلاد وممكن تبحث عن الحلول اللي بترضي الآخرين برضو اليوم ممكن تضطر للتراجع عن موقف ما تكثر عندك الانشغالات الإدارية ولكن حاذر أيضاً من التعب الصحي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً اليوم التركيز كله على الأموال المشتركة بنك، ضريبة، تأمين، قروض، مال الزوج، الزوجة، فواتير حاول أنكم تدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة ساروا لترتيب أوراقكم، ملفاتكم ابتحتاجوا اليوم لخبرة أحدهم لإنقاذك من ورطة أهم مش إنك ما تبقى وحيد وما تتقوقع وشارك في كل النشاطات وبادر لتصحيح الأخطاء برضو اليوم مناسب لطلب حقوق مثلاً إلك أموال عندناس تطالب فيها أو ترتب وضع مالي معه برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وزي ما يعني معروف إن القمر الآن بالجوزة مقابلك تماماً فعشان هيك بتكون هاي فترة صعبة بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات لأن طاقتك ضعيفة فبتعيش لحظات صعبة ومحرجة وممكن تعاكسك الظروف أو تظهر بعض المعاكسات الكبيرة وتعتبر هاي الفترة من أصعب أيام الشهر فعشان هيك حاول أنك ما تدخل بأي نقاشات حادة أو مشاكل ما تخالف القوانين ما تتخذ قرارات حاسمة وما تكون ساخر أيضاً برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق اليوم التركيز على العمل على الصحة فعشان هيك أيضاً بتكوا تنتبهوا لصحتكم من بعض التقلبات طاقتكم بدأت تتناقص شوي شوي فبتكوا تحاذروا من التراجع الصحي اللي بيشعر بشيء غير اعتياد يراجع طبيبه ولكن الأهم العمل حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة قبل ما تنتقل لعمل آخر وباكر لعملك وترك مساحة للغير للتحرك باستطاعتك حسم الأمور لصالحك إذا اتخذت قرارات جريئة أو إذا كنت مستعد لذلك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً الآن القمر وصل للبيت الخامس عندكم مستقر تماماً فما بيتخلى الحظ عنكم عاطفياً ومالياً وبتكثر عندكم التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبياً هذا اليوم وبتعيشوا فرحة ونجاح وبرضو اليوم بإمكانك تمارس هواية أو حتى تتقرب من الأحبة لكن ممكن تضطر لمساعدة أحد الأولاد أو الأحبة وممكن يفاجأك أحدهم بالوقوف لجانبك فحاول أنك تكون شاكر إلو وما تنسى رد الجميل برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً التركيز رح يكون على البيت وعلى العائلة خلال هذا اليوم فرح تنهمكوا بأمور الهاصلة بالأمرين اللي أنا ذكرتهم حاول أنك تخصص وقت مهم لعائلتك ولشؤونك الخاصة ولا تتسرع في الحكم على الأمور والأشخاص ممكن تعاني من سوء تفاهم أو شك أو بعض الأعطال المنزلية اللي تربكك فعشان هيك بدك تحلها بعقلانية وما تتهرب من المسؤوليات بعد موليد برج الحوت ممكن يكون عندهم فرحة أو مناسبة أو حدث معين هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا